سلام عليكم شباب معكم جهد ريفن اول جهديو في هذا الفيديو رح ارويكم ريوارد الترايلز أوفيس ايرس لثلاث شخصيات عندي ويمكن الرابع جاي في الطريق سويت حساب جديد لعبت فيه 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 لعب فيه ستوري شوي وصلت اللايت حقه تقريبا مائتين وثلاثين او اربعين رح اكمل اسوي شخصيه الرابع بحساب جديد وان شاء الله نشوف ونسوي تحديات في ذلك الحساب المهم بالشخصيه الاولى طبعا حظي هذا هذا اسبوعي شوي ابو كلب يمكن ان بعضهم يقولون يا ابوي حمد ربك بس بالنسبة لغيري انا اشوف حظي ابو كلب لان طلع لي ثلاث سكوت ريفل من الاذا تخلصي في جيم السابع المهم في اللاعب الاول حصت زي ما شوفو ان الامبلوم حقه ترايز أوفيس ايرس مع الاوتو ريفل فور ريت فاير زيرو امباكت اهلا وسهلا بك يا حبيبي وفي الشخصيه الثاني عندي الوارلوك طبعا حظي توقعت ان رح يكون جبار بس للاسف طلع الشح الخرافة المرة اخرى في الرية الفاير زيرو امباكت الاووتو ريفل لعارلوكَ في اسايروس يا حبيبي هذا الشكل行 يكون الخوي لحاقه جديد كليوم يطلن اووتو ريفل المهم بسει اسا يكون حسن الحافظ انها ثلاثمين وتراثمين وثلاثمينة و ثلاثمينة ساوي الانفيوز واستفيد منه وب قوة اسلحتي يعني وفي شي ثاني ممتاز عجبني ومريحة التورغيت هوكمون 310 هذا يعتبر شي جيد هوكمون 310 صحيح اني عندي اثنين مثلة بس هذا الثالث نقول الحمدلله اهم شي جاني شي وشخصية الثالث والاخيرة طبعا هذا افضل شي تضع علي في هذا الاسبوع طلع علي الشوتقن ومو طبعا الشوتقن جيد صراحة جربت جيد ما طورت بس هم جيد طلع علي زهره 310 وطلع علي سكوترايف المثل اللي يعطونك يا في القيم 317 يعني سكوترايف الصراحة يمكن اجربه او مره مره اسوي الانفيوز لو اسويت شي اجربه على 310 اه احتمال بجيه 314 ما ما ادري راح خليه اجربه اعطي حقه والزهر طلع علي 310 طبعا ان كنت استنى الزهره من الزمان بس يوم باعه اقزر طلع علي هني كالعادي يعني مو شي جديد طبعا الشتقن طلع علي من غولتير السيلفر والبرونز بس يخصد ايا ما طلع علي شي كلهم غرامات زرقة وبس فاكتش ابوصلان لهذا فيديو اتمنى ان اعجبكم استفدتم من النشاي لا تنسى الاعجب في السبسكرايب اشكو معي على الفيديو الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة